مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بيعين العربية اليوم مثل ما تشوفون العنوان شون رح نسترجع حساب سناب اللي جدتك رسالة انه تم قفل حسابك مؤقتا لكن اذا ما مشيت على التعليمات رح ينحضر دائمي ما رح تقدر ترجع فقبل ما ابدي لا تنساني باشتراك ولايك حتى اوصل للميت الف وانفعكم وتنفعوني حاليا احنا وين احنا بتطبيق سناب شات بصفحة الدعم هذه الصفحة الناطق الرسمي بكل ما يدور عن تطبيق سناب شات هنا تم قفل حسابك مؤقتا لماذا تم قفل حسابك مؤقتا اذا تلقيت رسالة بانه تم قفل حسابك مؤقتا يمكنك معاودة تسجيل الدخول مرة اخرى عن طريق هنا تكبس هنا اوكي وتكتب هنا الاسم المستخدم والبريد وكلمة المرور وانا لست روبورت وتكمل اش راح ينطيك لكن احرص انه متسج تسوي هاي الحركة الا بعد ما تقرأ وتكمل الاسباب اللي ادت لازم تعرف الاسباب اللي ادت انه قفل حسابك مؤقت اغلاق حسابك قبل ما تحاول تسجل الدخول هنا ليش؟ لانه اذا سجلت الدخول ومشلت الاسباب راح يقفل حسابك نهائيا هذا انا مو اتكلمها ولا اي يوتيوبر يتكلمها هذا الدعم لا واحد يقول لكم وكثير انا من اليوتيوبرية ان اتكلم انا وياهم هم يقول مثل اقول لما يصير هذا تقول لليوتيوب يقول ماكو ناس كتير دا تستعمل هذا التطبيق ويا سنابشات وما يقفل نعم المغرب العربي مصر تركيا الى الان ما قفل لكن العراق والسعودية يعني يمكن 100000 احساب خلال هاي الفترة كل يوم 10-15 واحد يكتبوا لي على الخاص انقفل حسابنا شون الرجع فحسب ما يقول هنا طبعا نهائيا اكو ما يرجع واكو بعض الحالات يرجع فهنا يقول لازم تعرف الاسباب الاسباب التي خلتنا نرسلك رسالة تم القفل حسابك مؤقتا رح يذكر لك الاسباب اول شي استعمال بعض التطبيقات التطبيقات الطرف الثالث يعني اللي ما يصرح بيها سنابشات زين ورح اذكر لك اياهم هنا ذاكر لك هذولة هذولة التطبيقات انا الصراحة هذا اسمع بيه سنابشات بلوس بلوس وهذولة ثلاثة ابن مسامع بيهم فأكيد تستعملهم سناب تولز هذولة ممنوع يكونون على هاتف ايضا في يوتيوب رية قايلين الوضع المظلم الاهل الاندرويد اللي معدهم يعني معدهم الوضع المظلم مثل الايفون فابد ما يصير تستعمل هالتطبيقات وايضا بعض التطبيقات اللي ادارة الملفات الVPN ممنوع 100% دائما اقول اصرح ممنوع الVPN ايضا انتدز رسائل بريد عشوائي لكل المستخدمين خلال فترة قصيرة هم معدهم بوتات يعرفون انتدز مثلا عشر خلال ثانية او خلال نص دقيقة هم معدهم ممنوع طلبات صداقة اكثر من واحد خلال فترة قصيرة ده هنا ده تشوفون زين فهنا كاتبيلك اكتشاف نشاط مريب حسابك مثلا فتحت بالVPN بالعراق بعد شوية فتحتها بكندا بعد شوية فتحتها بريطانيا فهم بيّن عندهم انت كأنه ده تتنقل خلال دقيقة وحدة خلال عشر دقائق فما معقولها الشيء هذا فسدوا لك اياه واحتمال راح يسد نهائي فارجو ان تقروها هذه بصفحة الدعم تتأكدون منها اذا بسطتك الرسالة لا تحاول تسجل الدخول الا تتأكد انه محية السبب وحتى ترجع حسابك ويرجع حسابك ان شاء الله مية بالمية اتمنى استفاديتوا من كل كلامي لا تنسوني باشتراك و لايك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل شي جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة علمانيا مع السلام اي سؤال او استفسار كتبوا بالرسائل ارجع اعرض عليه وشكرا لكم معه لسلامة